بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب كيف حالكم أتمنى الله أن تكونوا بكل خير اليوم درسنا عن الصلاة من حيث شروطها وأركانها أخذنا في الدروس السابقة عن الوضوء وأنها وكيفية الوضوء وسننه وفرائضه اليوم سنكمل الصلاة شروطها وأركانها والجزء الثاني وهناك درس آخر نكمل فيه منطلاط الصلاة وسننها بالنسبة لهذا الدرس اليوم نعلم أن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلوحت صلاته صلوح سائر عمله تحت شعار صلاتي حياتي ونعلم أن صلاة وحياتنا كلها لله إن شاء الله تكون فالنحر السوية على أن تكون صلاتنا وهي حياتنا والذي ينظم حياته ينظم صلاته يتنتظم جميع حياته أما أنهمية الصلاة فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة والعهد الذي بيننا وبين الآخرين الغير المسلمين الصلاة فإذا تركها فهو يعني بسير العلماء يختلفوا فيه هل هو كافر هل هو فاسق هل هو مسلم فإحنا خلينا نحافظ على الصلاة إن شاء الله يا تامن ويمكن فيه سؤال بخطر على بالكم يعني إحنا زمان وإحنا صغار أخذنا عن الصلاة ليش هلأ عملا بيرجعوا بيعطونا عن الصلاة وقبلها عن الوضوء بحكي لكم إنه أنتو هلأ صرتوا مبلغين عاقلين راشدين فإنتو يجب عليكم تفرقة مش بس نصلي وإحنا مو عارفين التفاصيل لا نصلي وأنا عارف إنه هذا فرض إنه هاي سنة إنه أنا عم بتوضع هذا فرض إنه أنا عمالي عم بغسل العضو يبينزل منه الذنوب كما تتنازل تنزل هذه القطرات من الماء الصلاة لها خمس أشياء أساسية شروطها أركانها سنن ومكروهات ومبطلات إذن للصلاة خمس أشياء شروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات شو الفرق الأساسي أو شو يعني هو الركن نفس الشرط صح ولا مش صح لا مش صح الركن في الصلاة جزء من أفعال الصلاة وأقوالها الشرط أمر خارج عن الصلاة تعالوا نقرأ التعريف ونحفظه الركن في الصلاة جزء من أفعال الصلاة وأقوالها تبطل من دون الصلاة إذا ما عملنا صلاة تبطل مثل إيش كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة إذن الركن هو شيء من أساسيات الصلاة من أفعال الصلاة أو من أقوال الصلاة تبطل الصلاة من دونه بينما الشرط في الصلاة هو أمر خارج عن أفعالها وأقوالها ولا تصح به إلا به كإيش كالوضوء إذن الركن هو شيء نفس الصلاة من أفعالها أو أقوالها والشرط هو أمر خارج عن أفعال الصلاة واقوال الصلاة بس الصلاة لا تصح الا به مثل الوضوء اذا التنين عندنا هم لا تصح الصلاة الا به لكن شيء قبل الصلاة وشيء في داخل نفس الصلاة بعدها شروط صحة الصلاة ما هي شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة بالبداية العقل ان يكون عاقلا ان يكون ايش عاقلا مكلف عاقلي يعني مش مجنون الأشي الثاني هي دخول الوقت فلا يجوز لي صلاة العصر في وقت لسه يدوب الفجر مؤدن جعبالي أصلي صحيت على الفجر بكير هيك ورايئة فش جعبالي بدي أصلي هلا أتمزمز على صلاة العصر ما بصير لأنه وقت الصلاة لم يدخل بعد أو بدي أصلي مثلا على وقت المغرب بدي أصلي فجر اليوم الثاني لم يأن الوقت لم يدخل الوقت تمام؟ إذن الشرط الثاني من شروط الصحة دخول الصلاة التالق الطهارة يتمقسم الطهارة إلى ثلاثة أمور لجسمي وللباسي والمكان الذي سأصلي فيه إذن الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الجسم واللباس والمكان وأيضا الطهارة تقسم إلى قسمين طهارة معنوية وطهارة حسية الطهارة الحسية تنقسم إلى طهارة من النجاسة والطهارة من الحدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر يعني خروج شيء من أحد السبيلين أو الجنابة والطهارة المعنوية ورابعا الوضوء من شروط الصحة أيضا أنه أنا أكون متوضع كما ذكرنا سابقا في شروط الوضوء وصفتها الأساسية ستر العورة خامسا وننتبه على هذه الصورة بنشوفها كثير بالمساجد والأماكن أنه عمالهم عم بيصلوا بنكشف شيء من ظهرهم بنكشف شيء من شعرهم للبنات أو من إيدها وهي لابسة أواعي الصلاة ومن بين نص إيدها هذا كلياتها من العورة الواجب سترها في الصلاة سادسا استقبال القبلة واستقبال القبلة عند المسلمين هي المكة المكرمة وبالتحديد الكعبة المشرفة رزقنا الله وإياكم زيارتها أركان الصلاة الأمور اللي حكينا خارجة عن الصلاة لكن لا تصح الصلاة إلا بها أولا النية وهي قصد الصلاة بمباشرة الأعمال يعني قصد الصلاة بمباشرة الأعمال أنه أبلش بالصلاة نويت أنه أنا بدي أصلي هاي الصلاة لوجه الله تعالى بفرض الفجر ركعتين خالصة لوجه الله وبلشت في ناس فكروا أنه النية يجب التلفظ فيها وأحكي على المايكروفون يا جماعة نويت الصلاة الآن لا الصلاة النية هي مكانها القلب ويقصد مثلها مثل أنه أنا خلاص نويت بقلبي أنه أنا هي ما أتوضع شان أصلي هاي هي النية ثانيا تكبيرات الإحرام وبداية هي بداية الصلاة وعلي الإشترونية تكبيرة الإحرام لأنها تحرم اللي كان محلل مثل إيش؟ مثل كان محلل قبل الصلاة أنه أكل وأشرب وأنام وألعب لكن مجرد ما حكيت الله أكبر تكبيرة الإحرام صار حرام علي أنه أنا أكل وأشرب وأعمل هاي الأشياء إلا أفعال الصلاة ويتلفظ المصلي عند تكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر القيام للقادر في صلاة الفرد القيام يعني الصلاة وانتوان رابعا قراءة الفاتحة في كل ركعة هاي الأمور زي ما حكينا إذا لم توجد بطلة الصلاة تمام؟ قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يجب علي أنه أنا أقرأ الفاتحة في كل ركعة مش أول ركعتين وبعدين خلص أو أنا جاء نسيتها بالركعة اللي نسيت فيها في صرد الفاتحة يجب إعادة هذه الركعة خامسا الركوع وهو الإنحناء بحيث يصل اليدان إلى الركبتين مع الطمأنين لأنه في ناس طمأنينة شرط لأنه في ناس بفكروا حالهم دخلوا في سباق وببلشوا طالع نازل فكر حالهم عمالوا عم بيصلي إلى أصل أن الركوع يركع ويصلي الإنسان بطمأنينة ورمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركع والطمأنينة بطمأنينة وكان ركوعه كأن ظهره يصبح زاوية 90 درجة يعني حتى قيل في بعض الأثر أنه لو وضع كاسة مي على ظهر الشخص اللي بيصلي ما توقع لكنها تكون كثير مستقيمة أثناء الركوع سادسا الاعتدال بعد الركوع أنه هو كان راكع فيرجع يقف بعد رقوعه وسابعا السجود وذلك بتمكين مواضع السجود في سبع مواضع يجب علي أنه أنا أخليها موجودة على الأرض تلمس الأرض وأنا ساجد هذا هو السجود الصحيح إذا كان في موضع واحد مش لامس الأرض مع أنها تصلاتي غير صحيحة أو فيها نقص شو هم المواضع السجود السبعة؟ عدوا معاي جبهتك الجبهة أو أول منبت الشعار وأنفك اليدين الركبتين وأصابع القدمين تمام؟ هذل هم السبع عدوا معاي واحد الجبهة الجبهة والأنف من عد واحد لأنهم هم اثنين في الوجه بعدين اليدين اثنين ثلاثة بعدين الركبتين أربعة خمسة وبعدين الأصابع القدمين التنتين ستة سبعة في ناس بصلوا بكلهم مساجدين رجليهم طايرة بالهوى رفعينها هذا صلاته غير صحيحة في ناس بصلوا ومنخارهم مو ملموس بالأرض هذا صلاته غير صحيحة في ناس بكون يديهم مش لامس الأرض منيح أو مش لامس الأرض دولة كلهم صي صلاتهم جزء غير الصحة الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه هين نرجع نرجعنا حكينا الاطمئنان المرة التانية والاطمئنان فيه بزكون أعضائه المتحركة في حال الجلوس لأن في ناس بين السجدتين بيكون مزيد طلع طالع نازل وهذا خطأ حكينا المفروض أن يكون فيه طمأنينة في الصلاة تاسعا الجلوس الأخير لقراءة التشاهد بالصلاة الإبراهيمية كلنا حفظين الصلاة الإبراهيمية والتشاهد عشرا السلام عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 11 الترتيب يجب علي أن أكون أن أصلي صلوات مرتبة حسب اللي أخبرنا عنه سابقا هو العشر نقاط الأولانية وهذه الصورة فيها كل الأركان مرة أخرى زي ما ذكرناهم هيك بيكون انتهى الدرسية ثامن حلوا الأسئلة وبعتوا لي الإجابات كلية خاصة السؤال الثالث والتاني صفحة 33 السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر